وضمن تسلسل المخاوف أكد ممثل برنامج الأغذية في العراق أحمد البعاج عن التغير المناخي والذي أدى إلى تراجع نسبة مياه الأنهر ونسبة تساقط الأمطار قد دفع ألاف الأسر للهجرة من الأرياف إلى مراكز المدن مشيرا إلى أن لهذه المسألة تأثيرات سلبية متعددة وأوضح أن سلبيات الهجرة ستكون على المستوى الاقتصادي بالحدين لإنتاج الزراعي وكذلك زيادة التنافس على فرص العمل في مراكز المدن وكذلك على المستوى الاجتماعي وما يحدث من تغير ديموغرافي إلى جانب أن بعض التقارير شارت إلى تأثير ذلك على الجانب الأمني مع تزايد عدد الجرائم والنزاعات وفيما دع البرنامج الحكومة العراقية لمساعدة الفلاحين للاستمرار بعملهم والتعامل الإيجابي مع تأثيرات التغير المناخي أكد خبر المياه الدولي نذير العنصاري أن مقياس الجفاف في العراق يقترب من 4% من المستوى العالمي البالغ 5% ما يدفع الخبراء إلى الاعتقاد بتحول العراق إلى صحراء حقيقية خدل عشرة سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر